مش عايز حد يتخض وقليز مش قريتها عشان طبقها لكل الناس بس يعني انا هقول لنا شايفاه خلاص يعني انت عايز ايه يا تور انت بتدور لحالة انتصار حالة نجاح انت زي ما تقول محطوط في امتحان او العلاقة محطوطة في امتحان وعايز تنجح العلاقة دي تعدي من هذا الامتحان واضح انتو بتعدوا الامتحان نفسك تخرج من الامتحان ده منتصر ورفع راسك اي ان كانت بقى المشكلة هل هو اختلاف وجهات نظر هل هي مشكلة خيانة هل هي مشكلة ثقة هل هي مشكلة مشكلة مادة اي ان كانت المشكلة انت عايز تخرج منها منتصر انت عايز تكون اقوى وصاحب قرار في العلاقة انت مش حاس ان انت صاحب قرار قوي في حاجة بقى انا عايز اقولها لك انه في شخص جنبك يا تور بينصحك النصايح مش مزبطة انا بالنسبة لي هذا الكائن هذا البورس اللي قاعد جنبك ده شخص قريب منك جدا ومشارطة على فكرة يكون قنصد ازيتك ممكن يكون هو عالمك هو دي طريق التفكير وهو بيعالج الامور كده فيش رعليك بدا فتغرق الدنيا اكتر في حد بينصحك نصايح مش صح يا برج تور مش عايزة افرد سؤنية انه هو يكون قنصد ازيتك خلينا نقول هو ده وجهة نظر بس وجهة النظر دي لا تنطبق على الموقف اللي انت فيه فارجوك ما تسمعش للشخص ده شايف شريكك ازاي شايفه فارس فارس بالنسبة للبنت معروف هو ايه الفارس الشخص اللي كان بتتمنى طول حياتها نفس المعنى ينطبق على الراجل ان هو شايفها طلعه الفارس معنى ان هي برضو فتاك احلامه هي دي الشخص اللي كان بيتمنى يعني في ايه التقمة بينكم فيها عناد يا تور فيها عناد كلامي ولا كلامك انا ولا انت دماغي ولا دماغك فيها عناد فيها عناد واضحة شركك متكتف يا تور متكتف مش عارف يعمل مش هكي تحرك انت زنقه انت زنقه زنقه جمدة جدا شكلك ميب باستمارك ومعاند معاه عناد يعني معرفش هو مأزي على فكرة شركك مأزي بص لو انت حاسس بجرحة وحاسس انت زعلان بص هو حالته عاملة ازاي هو نفسه يخرج من الحالة اللي هو فيها دي انت حطه تحت pressure وضغط عصبي جامد لو ده حقيقي please خف عليه شوية شايفك ازاي خليني بقى اقولكو بقى الموضوع ده شايفك بتتصرف من غير ارادتك دي مش ارادتك ده مش انت مش انت اللي بتعمل ده no ده فيه مشورة بتتقلك وانت بتسمعها وهي اللي ماشيك كده مش انت اللي ماشي متصار شايفين متربط بسلاسل حاجة هي اللي بتمشيك وانت فاكر انك انت مجبر تعمل ده لانت مربوط بس لو ركزته في الصورة بصوا سلاسل مفكوكة يعني انت حر على فكرة هتعمل اللي انت عايزه انت اللي رابط نفسك وانت اللي جارر نفسك وراء الاراء دي فبليز اعتمد على نفسك وحاولت يعني to save your partner اتقذه من الحالة اللي هو فيها دي ارجوك لو انت فعلا عايز توصل للانتصار والنجاح اللي في العلاقة ده زي ما انت عايز زي ما قلتلكم الطاقة فيها عنات خلوا بالكم واللي عند ده اوحش حاجة في العلاقة لو الطاقة بقى فيها عند يعني ايه بتعلوا على بعض هو يعمل حاجة وانت تعلي عليك بتروحها معلية عليك ايه روحها معلية عليها لا ده ده كده دي ده راحين في مصيبة صوتة طيب ايه اللي بيحصل بصوا بقى طلع لكو ايه طلع لكو البورس هنا وطلع لكو عقرب هنا هنا الحالة المزاجية او الحالة العامة في العلاقة فيها هدوء نسبي بس ما هوش هدوء يعني اللي هو خلاص المشكلة تحلت لا المشكلة لسه قائمة بس زي ما تقولوا ايه واخدين هدنة عاملين هدنة كل واحد في حاله كل واحد مع نفسه واما نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه وده كويس جدا ده كويس مش وحش خالص بس خلوا بالكو في حد مستني لحظة معينة علشان ينقض عشان يزرع سلم تاني فيعني انتبهوا خلوا بالكو كويس قوي من الناس بالذات القريبين منكو في صبر وتضحية من الناحيتين الطرفين يعني لو شريكك الصراحة بالحالة اللي هو فيها دي وكمان هيضحي الصراحة يعني يا تور ده ده ما يتسابش ده ما يتزعلش اصلا انا ما يتزعله ان هو بيضحي بطريقة دي فيه تضحية وصبر من الطرفين الخبر الحلو بازن الله في غصون وقت يعني الله اعلم ما بحبش قدي وقتين بفعلا بحيس عيتي ان انا يعني دجالة ان شاء الله في وقت قريب هليحصل القرب ده هتقربوا من بعض وحتصفوا والمشاكل هتزولوا وحالة العنات دي هتروح والشم اللي حيتلم تاني اهم حاجة التأييدة اللي انت فاكر انت متأيدها دي لأ انت مش متأيد خالص يا تور انت حر طاليب انت حر نفسك وصوتك من دماغك على فكرة والبورس ده الصديق او القريب او ايا كان الشخص اللي بيديلك النصايح دي يعني دي له اجهزة شوي بس في كده هواعد مع نفسك وشوف هتحس بايه جدا مرسي يا مرام راضي علي فارس بورك التور ايه السؤال انا حط ايدي على السواف مش صبية كله صح باشكرت يا لينا فعلا مرسي حبيبتي جدا كلمك صح اعمل ايه انا اصحاب هو محتار جدا اعمل ايه ولا حاجة ايه بطلعي الناس اللي بيقولولك يعني انت فقري بعقلك مفيش حد قادرة بالعلاق بعلاقتك قدك انت اكتر واحد عارفه شريكك وهو اكتر واحد يعرفك ما تسمحوش لحد يعني يديكو قراء وهو اصلا مش فاهم باهمين قصدي طلعوا الناس دي والله بيغرقوا اكتر ما بينفاعوا شكرا مع جوزي ان طور نبين لو القراءة منطبقة اهدي شوية عليه لان جوزك شكله وحالته صعب يعني تعب خفي عليه شوية العزراء هيتقل قريب جدا يا احمد حاضر اوكي عقرب هو العقرب اتقل من فترة مش بعيدة يعني فمعلش هستنى شوية على العقرب لان قراءته كان لسه متقلة قريبا فقراءة برضو هنقوله بس لسه شوية وقت اعنا برضو انا واحمد ونشوف كده ايه الابراج اللي احنا قلناها ونحاول برضو ان احنا نعيد تغترهم تاني عشان راقرب برضو ما يتقلش اخر برج زي الشهر اللي فات عشان عارف الموضوع ده اخر برج دايما هيزعل بس هو لازم حيبقى في اخر برج يعني يوم الحامل لازم يكون في نهاية فعلا انا مكتفي جدا وعطفي في ضغط ووجع وبيعاند بوضوح للأسف ليان بالراحة عناده ما تقبلهوش بعناد من فضلك حاولي انا عارفة انه ساعد ليكون صعب علينا لكن حاولي ما تقبلش عناد وبعناد ما تفهميش ليه يعني احنا مفروض انه احنا اكتر عقلا واكتر يعني صبر صبرنا اكتر فيعني لو عندك طاقة وتقدري بليز ما تقبلش عناد وبعناد تقسي بيه عينت شوالله لا الحمدلله طيب يلا نشوف المجموعة المجموعة الثالثة لبرج التور طيب قبل ما اكتدي بس ما علش القرية دي انا في واحدة بعتلها رسالة من ثلاثة ايام وقتلها انتي كسبتي القرية المجانية لو انتي موجودة في اللايب اربوكي بعتلي اي حاجة لان انا في وسط اللبخة بتاعتي وانتي نسيت احط اسمك في اي حتة فعشان لقيكي لازم يعني اجو ثرو حاجة مثلا ستمائة مسجر فمعلش بليز لو سمعيني الدواء فيه صوب منقاطر ارجوكي لو سمعيني بعتلي رسالة عالصفحة عشان تطلعي فوق انتي عدم انا في البيت ولاي اخسر منلك كل ده صح يا حبيبة ربنا يخليكي مرسي 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 قراءة المبموعة الثالثة بورج التور قراءة الجنرال بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده؟ ا تالتة صح؟ ريالجنرال اللي بي حصل ذا؟ ايه اللي بيحصل ده ايه اللي انا شايفه ده اوكي خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم مشاكلك كتير يا تور ما فيش كلام اعباء شديدة بصوا مش قادر حتى يرفعها من على الارض اكتر منك يعني الموضوع الحمل اكتر منك فاهمين قصدي؟ فيعني ما تحملش نفسك زيادة بقى اقف على كده وحاول بقى حد ايه يشيل معاك حد يشيل معاك حتى عصايا واحدة اي حاجة حد يساعدك يعني فيه قرار انت محتار تاخده لان في توابع ومش واضحة بالنسبة لك نصيحة الكرت انه يعني شوف الاوبشنز شوف الاوبشنز ايه ما تتصرعش جمع معلومات جمع معلومات اكتر قبل ما تقوم بالقرار ده اوكي لو عملت ده يمكن الله اعلم يا رب اكون غلط نتفايد الخسارة دي فيه خسارة يا طور يعني الله اعلم يا رب اكون غلط الخسارة يعني ولو كنت صح تيجي بحاجة مادية وربنا يعوضها بسرعة ان شاء الله بس ده فيه هم فيه حزن شايل هم اوكي فيه شوية ايه يعني كرب يعني فيه حاجة مش كويس فيه حاجة مش كويس هم ده هيدي لك احساس بالخوف فيه خوف وفيه متكتف يعني وخايف تاخد اي حركة بس الحالة دي مش هتطول هتاخد الكنترول تاني بصوا هو قائد العربة هتاخد الكنترول تاني انت كده يا طور انت ما شاء الله عليك شخصيتك كده انت ما بتطولش ما بتعرفش تطول في مود بتعرفش تطول في زعل متعرفش تطول في اخناء بتحب دايما تخلص مشاكلك بسرعة مش هتطول كتير في المود ده هتمسك الكنترول تاني وحتنطلق تاني على طول ان شاء الله فيه حاجة بقى هنا جاستيس ده حاجة من اثنين يا اما انت فيه ظلم وقع عليك يا اما وقع انت وقعته على حد او فيه ورق بيخلص خلينا ناخد سيناريو سيناريو ظلم وقع عليك فانت هتاخد قرار ده اللي هيحصل بقى ان شاء الله بعد كده بالظلم ده وحتاخد هتسلك طريق تاني خالص بعيد هتبتدي بداية جديدة خالص انت وقعت الظلم ده على حد ارجوك صلحه دي ما دي حاجة بيدك انت بقى يعني دي حاجة بيدك انت ارجوك حاول انت ترفع الظلم ده لو هو ورق سفر واعتقد ان هو ورق سفر لانه واضح عندي هنا رحلة طويلة وفيه سفر وانت يعني لو عملت فكر ها يا ترى ايه اللي هيحصل يعني هيحصل ايه بعدين طريق طويل طويل سفرة طويلة بس انت مدعوم من اللي حواليك كله بدعيلك بالتوفيق وكله واقف معاك وطبعا اكيد ربنا معاك طريق دي ديت خالص يعني شكله كده سفر بس تقابليها تحتار حيرة طويلة هتقعد شوية كتير بتفكر في القرار ده سفر ولا لا او مش شرط ان هو يكون بالضرورة سفر ممكن تكون سفر يعني برا مصر ممكن تكون من محافظة لمحافظة ما انت بتغير حياة انت بتغير بيئة كاملة ممكن تكون تغير شغل في طريق جديد طويل هيتغير بس قبليه زي ما قلتلك هيكون في حيرة جديدة الورق ده اللي حيتم لو كان ده ورث متأخر يمكن يكون ورث في حالة مادية حتتطور جدا ده بقى البوس ده ال king of pentacles ده اقصى تطور مادي يعني ممكن يعدي على بورك اللي هو بقى اللي هو بوم حاجة حلوة قوي قوي ان شاء الله وكمان هتبتدي تساعد بقى هتبتدي تطلع حاجات للناس وتساعد قرايبك اللي حواليك اللي محتاج مساعدة هتديله اللي عنده مشكلة هتساعده فيها وطبعا زي ما انتم عارفين يعني كل ده بيترد بعدين يعني كل حاجة هتساعد فيها حد الوقتي هتتردلك بعدين بنلخص القراءة الشيلة تقيلة يا تور المسئولات كتير شيل على قدك ما تشيلش اكتر مما ينبغي الخسارة اللي هتعدي بيها دي اديها وقتها وانا عارفة انك انت مش هتطول شوية خوف شوية حسابات مع النفس كده اللي انا عملته ده وبعدين هتقود العربة تاني وهتطلع وهتندفع وهتمشي لطريق جديد حافظت طريق جديد خالص ان شاء الله عمليه تغيير جامد يعني وزي ما قلنا حالة مادية فيها تطور كويس جدا 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 ربنا يزيد ويبارك طيب افضلوا الى قدع الجمه اوكي طيب. بص يا برج التور انا شايف انه المرحلة التالتة في العلاقة مركزين اكتر على الحل المادية. حلقة بقى مادية الحلال اجتماعية عايزين ينهضوا. ينهضوا. عايزين يعلو. عايزين الحلال مادية تكون احسن. عايزين الحلال الاجتماعية تكون احسن. متطلعين لحاجة احسن. بس ده عاملك ارهاق. عامل طاقة ارهاق ليك ولي شريكك. اهو. الطاقة مستنفذة مرهق. مرهقين انتو الاتنين. زي ما تقولوا ايه عمانين بتجلدو في بعض. او انت بتزق وجامد. اعمل اكتر. لا اشتغل اكتر. عايزين معرفش نعمل ايه. لا اعايزين نعلى اكتر. عايزين مستوى احسن. ده اللي انا شايفاه انه ده اللي انت عايزه. طالع كلها كوينز يعني اهو. شايف شريتك ازاي شايفه برضو خير من ربنا. خير ربنا بعته لك. يعني دي حاجة كده خير ربنا بعته لك. وحاجة جت توازم حياتك. يعني هو زي ما تقول هو ادي لك الميزان انه حياتك تكون. اه فيها خير اكتر. الخير يكون اكتر. بيساعدك على الخير. شريكك عايز ايه? شريكك عايز. يعني زي ما تقوله. مساعدة من حد. مساعدة من صديق او قريب او حد. حد قريب منه. محتاج منه مساعدة. يمكن او لو حتى بالمشهورة. يعني هو محتاج مساعدة حد. وده احساس على فكرة مش سهل. ان حد يكون محتاج مساعدة حد. فلو انت السبب يطور ضغط عليه بالشكل ده اللي هو لا اشتغل اكتر او اعمل حاجة اه يعني زبط الدنيا اللي مش عاجباني دي بالراحة عليه شوي. بالراحة شوي. نفسه في حالة اه حاجة تتغير. حاجة تتغير. يمكن بقى الحاجة اللي هتتغير دي اه ضغطك عليه او بسبب اللي انت عايزه ده. يعني انت مش بتطلب حاجة وحشة. مش بتطلب حاجة غلط. بس الفكرة انه هو يعني شكله مش قادر يعني هو ما عندوش اللي يقدمه لك دلوقتي. فهو نفسه في موت شيء حاجة يتموت ويحل محلها حاجة تانية. فاكيد اللي لنفسه يموت ده شيء وحش. فايش شيء الوحش اللي انها شايفة انه انت بتطلب حاجات كتير عايز تعالي من مستويك عايز 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 وهو مش قادر يلبي. خلينا نقلبها لان عايز وعايز دي اكيد ستة بتطلب اكيد من راجل لان دي مسؤولية الراجل. فلنفرض ان الراجل هو البرج التور. الراجل عايز ايه? ممكن يكون مثلا البنت برضو عايزها ترفع من مستويها بشكل ما. يمكن هي تكون اقل منه في حاجة. عايزها لا اطلعي. عايزك مثلا تلبسي بطريقة احسن. عايزك تتكلمي بطريقة احسن. الحاجات دي فاهم قصدي اللي هو ايه تعالي من المستوى بتاعها. وهي مش عارفة مش عارفة جاري يعني بالراحة عليها. بالراحة شوي. الحاجات بتتصلح بالراحة. اه شريكك شايفك ازاي يا بورج التور? سوري. شريكك شايفك محتار. محتار. يعني شا عارفة عمليه. هل مش عارفة تكمل ولا لأ في العلاقة? هل انت في حالة دلوقتي اه اه يعني وصلت للأج. وعلى واشك تاخد قرار اكمل او لا? ولا انت محتار في العادي. انا اللي انا عارفة ان بورج التور مش محتار خالص. بورج التور عارفة وعايز ايه وبيعملوا على طول. بالعكس مندفع. فتصرفاته يعني بيعمل الحاجة وبعدين يفكر. فما اعتقدش عندك الحيرة دي. فشكلك على واشك تاخد قرار. طيب فيه هنا. حاجلنا فرص. فرص. يعني ايه? يعني فرص نحصل حالتنا المادية. ارجوك للراجل يعني او اين كان المسؤول عن الحالة المادية. انت هتعرف انتهز الفرصة دي. وتشغلها لصالحك. ان شاء الله. كرت السحر فيه فرص كتيرة جدا. ولو على البنت برضو نفس الحكاية عندك فرص كتير جدا. ممكن انت برضو تطلعي وتوصالي للحاجة اللي شريكك عايزك توصالها. فيه هروب من شيء. هروب من مواجهة. يمكن يكون حد. حد زعل حد منكم انتم ببعض يعني الشريك وشريكه. ففيه حالة هروب بتهربوا مش عايزين تواجهر مشكلتي. وساعات على فكرة بيكون ده قرار عائل جدا انه كنتم متواجهوش. دلوقت يعني امو لو مشكلة مالهاش لازمها عديها وخلاص. وايه? وهي هتتصلح مع نفسها. وبفعلا ان شاء الله تتصلح مع نفسها. فيه نجاح. يعني ان شاء الله الحالة المادية اللي برج التور عايزها. او الحالة الاجتماعية اللي برج التور عايزها. شريكه هيوصلها. ان شاء الله. او هو هيوصلها. ففيه حالة نجاح. رضا. وحالة بقى ايه لهو ايه? فخر. مفتخر بنفسك. فخور بنفسك. والناس اللي حواليك كمان بيهنوك ومفتخرين بناجحك. وفي مجالات كتير جدا مش في العلاقة بس. نجاح في كزا حاجة. على المادية وفي الاجتماعية وفي العمل وفي كل حاجة. ان شاء الله ده كرت العالم ده برضو من الكروت الماجر. من الكروت الاساسية. وكرت قوي جدا العالم ده. الراية برضو حلوة. التور. برج التور ارضوك. بالراحة شوية على شيكك. بلاش تضغط عليه زيادة. طالما هو شايفه بيعمل مبهود. ترجمة نانسي قنقر